الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات مجلس الخميس الثقافي وستكون هذا اليوم أمسية شعرية لكوكب من نجوم الشعر العراقي من أصحاب الموقف ستكون بعنوان قراءات عن الوطن نبدأ أمسيتنا مع النبض الفلوجي المتدفق شعرا بصورة متصاعدة يقطف نجوما من السماء وينزلها بيننا فلنستمع إلى قصائد الشاعر الكبير مكننا الزال فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا لهذا التقديم الجميل من شيخنا الجميل اتفقنا على أن تكون الأمسية شعرية خالصة بمعنى أن يقول الشاعر ما يشاء من أغراض الشعر وينوع في ذلك الشعراء دائما الوطنيون الحقيقيون أو المؤمنون يخجل أن يقرأ لغير العراق ولكن الحياة يجب أن تستمر للشاعر أن يبوح بما في وجدانه سأبدأ بقصيدة قصيرة اسمها مناجات يا قلب قل لي من تناجي والليل مكتئب وداجي درست قصورك في الرؤى واغتيل نبضك في الهياجي أمسيت وحدك هائما والكل مبتعد وناجي لا تفني عمرك ثائرا ما بينك أضمن واحتجاجي سار الأحبة مرغمين وطائعين على الفجاج هذا طريد همومه أو ذاك يرحل في ابتهاجي منهم يبالغ في المديح ومنهم الصلف المهاجي كل بضاعته له يرجو لها طيب الرواجي يتبجحون على الورى ويرون من أبراج عاجي وما كذت تحفر في الجبال ورأس فأسك من زجاجي ماذا جنيت سوى الظنى مترقبا زيفا فراجي تبني لهم دور الأمان وذي ضلوعك في السياجي تسقي الزلال مبردا وتذاق من ملح أجاجي تمضي إلى أقصى المدى والكون حولك في ارتجاجي يا قلب ليلك معتم أو ما تعبت من الأحاجي كل البدور تحجبت لم يبقى غيرك من سراجي القصيدة الأخرى المستبصرون والمستبصر استخدمت في غير محلها عند طائفة معينة من أهل الضلال ولكن تبقى كلمة عربية أصيلة نستخدمها كما هي أصلا بحكمة مستبصر بحكمة مستبصر يهزأ ونوم على الذل يستمرأ ويحمل باغ على هودج وكفر على منبر يقرأ تفشى الضلالات من أبطل وذو حجة بالردى يفجأ ترى إن ولغت بتاريخهم بأي فصول الهوى أبدأ وأي مداد سيرضى بما أدونه قصصا ترزأ محابرهم من دمي ملئت وسفري بدمع الورى يملأ زمان تحمل أسقامهم بأي العقاقير قد يبرأ حثالات حقد طغى أسودا لعرش العلا غيلة هيئوا وجيئ بهم من جحور الخناء لخطب إلى أجل ينسأ تمادوا بتقطيع أوصالنا بأنصال من خلفهم جرأوا أياما تنامون في قهركم أما من غد بالرضى ينبئ أفيقوا لما جد في شأنكم وما جلب الزمن الأردع وثوروا على غفلة أغطشت وصبر على الضيم لا يجزئ إذا كان طعم الردى سيئا فعيش على ذلة أسوأ ومن لم ينض رافعا صوته تجده ببلواه ما يفتأ نكاية ما نشتكي مرة وصمت على وجع أنكأ إلى من ندثر أوجاعنا وبالوهم والوهن نستبرئ ومن غيرنا حامل همنا ومن غيرنا جوعنا يكلأ دعوتم لنصرتكم إخوة وقلتم بجحفلهم أبطأوا وتدرون أن النداء انتهى لهوة صمت بها يخبأ أولئي العداء حزموا أمرهم وللخوض في دمكم عبأوا وأنتم ترون بأحلامكم قلاعا بلا تعب تنشأوا وإن كام فيكم فتى خاطبا رأيتم به خطرا يدرأ وما من بعيد لكم ناصرا ولا من قريب بكم يعبأوا شكرا لكم شكرا جزيلا لشاعرنا مك نزال على هذه الباقة الماتعة من القصائد الآن مع الصورة الرائقة والقصائد بجودة فائقة مع العذوبة بأنسام شعرية نتنسمها مع الشاعر الرائع محمد صيف فليتفضل جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام السلام عليكم هذه القصيدة كتبتها لأخي مصطفى آخر أشقاء الشهداء الذي استشهد في القرمة عام 2014 سلاما لروحك يا مصطفى سلاما سلاما لمن بالعهود وفا سلاما لروحك يا مصطفى سلاما لمن بالعهود وفا عزمت بسوح الوغى الوغى مرعدا فكنت فكنت بها الفارس الأشرفا وجرعت خصمك ثم الردى إذ الخصم في غيه أسرفا عجلت إلى الموت مستبشرا وقطف الجنان دنى واحتفا رحلت إلى الله مستيقنا بأنك ممن هدى واصطفى رحلت وبي لهفة والغليل إليك لضن مضرم منطفى لك الشوق أضنى فؤادي أسن وكان المنا أن تظل الشفاء يحدثني يحدثني القلب مستعطفا بأن أسى الشوق لن يسعفا كأن السنين ثوان مضت كحلم بدى زاهيا واختفى فيا مشرق الوجه كم شاقني حنيني إليك وبي أعصفا تحاصرني عبرتي كلما خيالك في خاطري طوفا وذكراك تورث قلب الشجاء وتغرز سيفا به مرهفا فلو فلو أن دمعي جرى مردفا دما لا يفيك بما أردفا بهي لو الشعر أفنيته ألاحق فيك السنة ما كفا تراقص جذل الهوى أحرفي ويضيء ابتهاجي بك الأحرفا مضيت شهيدا كعرس زهت به الأرض والكون نورا صفا أزف إلى الكون عرس الفدا شرفت بهذا الفدا موقفا سلاما لروحك إذ أورثت نعيما له كل قلب هفا دماؤك مهر المعالي فطب جن المرء رهن بما أسلف أحنا اتفقنا على أننا نقرأ غزة لكن الجماعة انقلبوا علينا بالعنوان قصائد وطن لكن مع ذلك لا بأس أن نقرأ أن تكون المرأة حاضرة مع الوطن فكانت هذه القصيدة فقالت أنا أسماء دخلت وقد لف المكان بهاء وتلألأت من حولنا الأجواء مذ أقبلت شغل الحضور حضورها بعيونها تتزاحم الأضواء فدنت إلينا والسؤال يقودها خطواتها قد شلها الإبطاء وقفت وكف الصمت خاطلها ثنى وفضولنا ضاقت به الأرجاء ألقت تحيتها فرد ذهولنا قالت فشد قلوبنا إصغاء أنتم عراقيون إن مسامعي قد ساقها لحديثكم إغراء هل كنت مخطئة بما ينتابني فلطالما شاب الهوى أخطاء قلنا أما توحي بذاك وجوهنا للحزن في أحداقنا أفياء مهما تفننا صبرنا وحياؤنا يعيى بإخفاء الهموم حياؤ راحت تبوح بما تضم بصدرها من حرقة عصفت بها الأرزاء قالت وكاد الحزن يذبح صوتها ما للعراق يسوده الجبناء ماتت أمانينا وشيع حلمنا مصار يملك موطن الغرباء فعيون بغداد الجميلة كحلت أهدابها الأوجاء والأقداء والذكريات العذبة الإطراء قد دفنت وغادر عذبها الإطراء حتى الزهور حتى الزهور تغيرت في موطني جثث فلا لون ولا أشداء بغداد تدفن في النحي بصباحها ويموج في بحر الشقاء مساء جفت من الشجن الدفين دموعنا فبكل بيت تنزوي خنساء وتوسدت شوك الفراق جنوبنا ضاقت بوصف حنيننا الشعراء ظلت تحدثنا ونحن بصمتنا نصغي كأن حديثها إغواء ظلت تحدثنا ونحن بصمتنا نصغي كأن حديثها إغواء طال الحديث وضاق فينا صبرنا من يا ترى من هذه الحسناء وعصرت ذاكرة السنين فربما يجلو متاهات الخيال ضياء وغدت بذاكرتي وغدت بذاكرة الرؤى بزحامها سحبا يتيه بفرزها الأحصاء أبت السنون أبت السنون ولم تجد إلا كما جادت بقطر صخرة صماء من أنت قولي لا تزيد حزننا فالفكر أغلق بابه الأعياء سكتت إذ القول الصريح توجع خنقت صداه غصة خرساء فأنا ابنة الكرماء لا تستغرب وطن العراق وأهلي النجباء أهل الذين على المدى ببيوتهم ضلت تجيع مخاضح العلياء دارت من الأيام لم تحفظ لنا ودا قست في لأمها الأرزاء نامت على جمر المهادر أمتي لو لا مواقف خطها الشرفاء عمان تحضن بالوفاء دموعنا ويساق منها للعراق وفاء عمان كانت للجراح دواءها إذ ما يعز على الجراح دواء هذه أنا هل تعرفون حقيقتي يا سادتي لن ينفع الإخفاء قالت وظل الفخر ينسج قولها يا سادتي إني أنا أسماء قصيدة أخيرة يعني قصيدة وطن لكن فيها مسحة من الحب بين حبين يتقاسم قلبي حباني لشذاب أغداد وعماني يتقاسم قلبي حباني لشذاب أغداد وعماني ما بين مدينة ميلادي وربيع صبايا الفتاني ومدينة عشق تحملني لفضاء الحلم المزداني وهما في ليلي قمراني وهما بنهاري شمساني وأنا مقتول بينهما لا أهلم أيهما الجاني يتسلق روحي حبهما كزروعا فوق الجدراني ونما من حلو زروعهما بضلوعي أجمل بستاني نبتا روضين على صدري سقيا من فيض الأجفاني روضان أظل نافذتي بعطور الورد الندياني يا لوحة عشق أرسمها ودمي ودموعي ألواني مجداني بذاكرة ائتلق فأنار قلب الأزماني ويفيض بأفقي سحرهما فيبوح بسر الأكواني يزداد الشوق شجل لهما انطفت غريب البلداني أطياف الحب تطاردني كالظل تصور أشجاني كالطير تحط على كتفي وتغني أحلى الألحاني حبان بدنيا يأتلف فرحين بوجه الأحزاني يتبار الأول والثاني ظليني بواحة وجداني وأنا في القسمة مرتبك يتجاذب قلبي عشقاني فوقعت أسيرا بينهما أعدو برهان حيراني قلقا لا أدري كيف أفي بالحب فأمر آياني قلب في الصدر أقلبه ما لي في صدري قلباني قلبي نصفين أقسمه ما بين الأول والثاني نصف يختال بغداد والآخر تاه بعماني شكرا الله نشكر شاعرنا محمد صيف على هذه القصائد الجميلة ومع مسك الختام مع شعر الموقف وشعر القضية نسمعه في قصائد الشاعر حارث الأزدي فليتفضل مشكورا السلام عليكم اخترت أن أقدم بين يدي قصائدي أبيات مجزوءة من قصيدة من مجزوء المتقارب لعلها تقرب الفكرة وتمهد لقولها أقول أعرني انتباها وردد بقولك إني أخالف لعلي أقول بنقد كتبت لبعض المواقف وليس يظير خلاف برأي وفيه مناصف فغاية قولي إشاعة وعي بهذه الزواحف أولى القصائد اسمها محاولة حوار وهي معارضة لقصيلة بن الفارض لكنها تختلف عن الأصل في المقصد فلكل منها غايته زدني بنار الشوق فيك تسعر وأجب سؤالي إن أتاك محيرة لا تبتأس إن كان صعبا غامضا واكتب أحبك ذاك يكفي أن ترى مني جوابا جامعا في نبضه إني إليك ولست أخشع ما جرى يا قلب لا ترجو الرجوع مغامرا ترجو الوصال وموجهم كي يغمرا سافر بروحك كي تكون أنيسهم ادخل مساحات الجمال منورة إياك أن تدني غريبا فاضحا وليبتعد عنك العذول لتعذر واكتب بأجواء المساء حكاية نمق لها الألفاظ واملأ أسطر وامنح خيالك حين تغفو هامسا صور الحبيب فذاك أحسن ما ترى أرسل جوابا لا يكون حكاية وارسم على الجدران لوحا أحمر ضع نقطة فوق المكعب تارة وارسم دوائرة كي يكون مدورا دلل بعنوان الطريق مداخلا وارمز بحرف الحاء لن تتحير القصيدة التالية هي بيت القصيد المقصود لذاته حكاية الظل الأعوج كنت في حديث أنا وصاحبي وهو موضع ثقتي وملهمي فدار هذا الحديث بيننا في قراءة الظل الأعوج يقول يقول لي صاحبي ظل به عوج أجبت بعد اللتية العود منعوج ما حيلة الظل إن كانت قوالبه عوجاء فالجاء ظل عوده حرج كانت قوالب أسلاف بما حفظ إن قالب أعوج يرمى ولا يليج فقال لي صاحبي هذا لمن ملك لعلنا نقتفي نفعا بمن تهج سألت صاحب سري شرح منهجهم فأومأ الرأس إن السر ما سرج منارة لدنا في ليل مهلكة كانوا فنارا إذا ما البحر يهترج كنا جميعا وخط الشرع يجمعنا ومنهج تحتمي في ظله المهج يا ما أحيل زمانا كنت تقرأه فيه علوم الأولى في نهجهم فرج صرنا إلى ما ترى في نهج زاحفهم تصدرت رمم من وحل من درج تلك الزواحف آذت أمتي رهقا وغيبت رأي أهل الحل إن ولجوا تعظمت كذبا في كل ناحية مثل الذباب يلاحى ثم يلتزج بل هم قراد حتى إن واحدهم إذا رأى دبقة ينحط يمتزج حراكهم مثل شيء غاص في خبث أو خانع مثل خب شانه الفلج وغاية القول في توضيح طلسمهم أطلق رؤاك يفك الرأي منزعج وإننا نبتغي في فضحهم أملا ألا تكون لهم في واقع حجج يا أمة العدل هل غابت فوارسنا عن الحقيقة حتى ساد مزدوج يقول لي صاحبي هذا ملخصهم حقائق قولنا بالصبر تمتزج ماذا ماذا دهاك إذا ما رمت تصلحهم كسرت عود الذي في نصفه عرج هلا نظرت إلى ظل دلائله تغنيك عن أصله في عوده خدج وأن لي صاحبي تنهيدة وبها قولي وقولك حق ما به رهج حكاية الظل أزجيها مبسطة فواضح القصد معروف بما درج قصيدة من بسيط الشعر أكتبها مني إليكم وبعض القول يهتزج وأختم الآن أقوالي بأحجية من صاحبي من أنا من هم بهم عواج والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لشاعرنا حارث الأسدي على هذه القصائد القادحة في الختام أشكر لكم حضوركم وإلى أن نلقاكم بأمسيات قادمة لكم منا كل التحية والإحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة